اهلين اليوم سويت معكم ثلاث حمسات لذيذة تنفع للفطور او العشاء اتمنى تعجبكم بالبداية رح اصوي حمسة الجبن رح احط زيت زيتون احمس مع البصل وشوي من صلصة الطماط واضفت طماط والجبن الكريمي اللي هو جبن المربعات البهارات عبارة عن كزبرة و بابريكا و فلفل اسود واخر شي اضفت الفلفل البارد الملون و بس بكده حمستنا صار بجهزة النوع الثاني اللي هو زيت زيتون و جبن حلوم مع الطماطم والفلفل والزيتون والكزبرة واخر شي حطيت دبس الرمان و بس حشوتنا او حمستنا صار جاهزة اما الحمسة الثالثة فهي عبارة عن ماشرم بصل الطماط و حطيت الماشرم والبهارات واخر شي اضفت شوي دبس الرمان و كده صارت جاهزة قدمتها مع الخبز و الصامولي جربوها ورسلوا لي تطبيقاتكم و عليكم بألف فأفهو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر